اشتركوا في القناة نادي الرياضي القسنطيني وشباب الوزداد مما جار الاتحاد الجزائر الكلام الكبير والحصة الاكبر كانت من مباراة مرودية الجزائر ونادي الرياضي القسنطيني كلام كثير وتخوف كبير وحساسية لا معنى لها ولا اساس لها بين فريقين مرودية جزائر ونادي الرياضي القسنطيني شوف يا سبحان الله اشخاص متهورين نغاب عليهم الوعي داروا فتنة بين فريقين يمتلكين أكبر أو بين أكبر القاعدة الجماهيرية في الجزائر يعني الطفاليين صار حبوا يرجعوا هذه المباراة وكأنها فرصة من أجل تصفية الحسابات ولودية الجزائر والندرياد القسنطيني هما خوى ولد بلاد وحدة وتجمعهم علاقة أكبر من كرة القدم كفانة من التهويل والتهيج لأنه بنسبة كبيرة والشبه مؤكدة رغما للقرار لم يعلن عليه من طرف القنوات الرسمية للفاف وللفريقين إلى أن اللقاء سيلعب بنسبة كبيرة بدون جمهور لكن مهما كان القرار الأخير لازم يكون على بلكم أنه هذه المباراة في كرة القدم وليست مصير أمة ورح يتأهل فريق واحد أولا ولتقصى ليس بنهاية العالم والفيدة والمفيد تتمتعوا بذقاء لراح يكون فوق أرضي أو فوق أرض البهية وهران شوفوا كيف فئة متهورة صغيرة هما دي بارازيت راهيوا لتأثر حتى في قرارات المسؤولين اللي جاتهم فكرة في لعب هذا العرس الكوراوي بدون جمهور يعني والله حرام يعني هذيك الفئة الصغيرة رح تحرم الفئة الكبيرة اللي هي هذيك الفئة الكبيرة هي اللي تصنع الفرجة تصنع المتعة فوق المدرجات هذا القرار كما قلنا حتى وإن لم يعلن عليه لحد الآن هو جاء بنية الحفاظ على الأمن العام الحفاظ على أرواح الجماهيرة المتنقلة وحتى لا يتحدث أي انزلاقات لأن تلك المجموعات الصغيرة اللي عملها الوحيد وشغلها الشغل أنه يروح للملعب من أجل إتارة الشغل وتحس روحها دارت حاجة كبيرة كي تدخل في الاحتداءات وشي جارة ومن جهة نتمنى أن لا تحرم ولا نحرم من الفرجة والمتعة لأنه عندنا ثقة عمياء في مختلف أسلاك الأمن الجزائرية سواء كانت الشرطة الدرك الوطني لكافة الأسلاك الأخرى لعندها التجربة والخبرة في تسيير اللقاءات الكبيرة والتحكم في زمامها بشكل مئة بالمئة حتى من ناحية التسويق لكأس الجزائر حضور الجمهور لابد منه لأنه ورح يعطيها بعم خاص لكن نعيدها إن كانت في مصلحة الحفاظ على أرواح الناس وعلى ممتلكات الغير وعلى الأمن يسود كل منطقة التي تحتاجنا اللقاء حتى نعطي لكل دي حق حقه وحتى لا يضلم أي فريق بما أن الملعب مهايد لابد من ضرور ضبط النفس والتحكم في الأعصاب والابتعاد عن كل ما هو سلبي لأن جمهور مرد جزائر وندي رياد القسنطيني خوا خوا ما رح تكون بنتهم عدوة إن شاء الله وعليكم أن تضربوا لنا المثل في الأخوة في حالة ما تم التراجع عن هذا القرار بما أنه بنسبة كبيرة ستكون هذه هي المباراة بدون جمهور حسب عدة مصادر إذ كانت اللقاء بالجمهور وفي حالة ما تم التراجع عنه هي فرصة لجمهور السياسي والمولودية حتى يبينوا أنهم حضاريين متقفين ووعيين وعندهم المستوى طالع وكما راهم يمتعوا فينا في البطولة يزيدوا يمتعونا ويقدموا أحسن صورة عليهم وعلى البلد دينا حتى في الأخير وبعد نهاية المباراة نخرجوا كامل فرحانين والأمر الذي يدعو إلى التفاؤل أن معظم الجماهير أو أعضاء الإلتراز هم من الطبق المتقف لقاهم كامل الجماعيين وعندهم مستوى اجتماعي وتقافي وأخلاقي مرتفع لكن الطبق الصغير أو الفئة الصغيرة أقول الفئة الصغيرة لبارازيت هم دائما ما يؤثرون يعني يعكرون كل ما هو جميل يزيدون كل ما هو جميل حتى فقط نشير أنه في حالة ما لعبة المباراة بدون جمهور هذه لم تحدد فقط من الجزائر بل حددت في عدة بلدان أوروبية وهذا من أجل تفادي أي انزلاقات أم مثلا في فرنسا أولمبيك مارسيليا ليتنقلون إلى باريس وأولمبيك البياجي ليتنقلون إلى مارسيليا وهذا حفاظا على الأمن العام وعلى أرواح الناس وبما أن المباراة الكأسية في ملعب محيلي ذلك كل القرارات التي ستتخذ إن شاء الله ستكون في المصلحة العامة أربي ينزل الرحمة في قلوبنا وربي يجيب الخير علينا أجمعين السلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته زير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر